موسيقى السلام عليكم ورحمة الله معاكم الدكتور محمد رجب أخي الصائد طب الأطفال وحديث الأولادة إن شاء الله نتكلم في الحلقة دي عن موضوع بيجغل كتير من أولاء الأمور إزاي نتعامل مع سخنية الأطفال بأمام في البيت بداية إزاي تعرفي إن ابنك سخن مش معنى إنك تقيسي تحط إيدك على جسم الطفل وتلاقيه سخن يبقى جسمه كله مرتفع الحرارة وفي مشكلة عشان تقولي إن الطفل درجة حرارته عالية لازم نقيسي الحرارة دي طيب إزاي هتقيسي درجة حرارة ابنك وإنت في البيت بنقيسي الحرارة عن طريق الترمومتر والترمومتر دا ممكن يكون ترمومتر زقبقي أو ترمومتر ديجيتال طيب لو إحنا عندنا الترمومتر دا سواء الزقبقي أو الديجيتال إزاي هتقيسي الحرارة هنقيسي الحرارة لإما عن طريق الفم أو إنك هتحط الترمومتر دا تحت الإيبت عند الطفل طيب هنسيب الترمومتر دا لمدة الدقيق لو الترمومتر ده ترمومتر زقبقي هنسيب الترمومتر ده من دقيقتين لتلات دقائق أما لو الترمومتر ده ديجيتال هتسيب الترمومتر لغاية ما يديك جرز أو انذار معنى كده أنه هو أرى الحرارة طيب لازم تعرفي إيه هي درجة الحرارة الطبيعية بتاع الطفل عشان تعرفي إن كان سخن أو درجة حرارته عليه أو لا درجة حرارة الطفل الطبيعية بتبقى من 36.5 لغاية 37.5 طيب إيه نقسنا الحرارة بتاع الطفل وطلع درجة حرارة الطفل عالية إزاي هتتعاملي مع حرارة ابنك في البيت فيه أوقات ما ينفعش إنك تعاملي الحرارة في البيت ولازم تروحي لأقرب دكتور أنت متابع معاه أو بتطلعي بالطفل تروحي به المستشفى طيب إيه هي الحاجات اللي لو لقناها موجودة مع الطفل مع الحرارة لازم أنت تروحي به المستشفى لو طفلك ده أقل من 3 شهور ودرجة حرارته 38 لا الطفل ده ما ينفعش إنك تتعاملي معاه في البيت الطفل ده لازم تروحي به المستشفى لأن لقدر الله ممكن الحرارة دي يكون سببها أمراض ما ينفعش التعامل معاه في البيت لأنه بنشوف أطفال أقل من 3 شهور ومعاهم حرارة عالية لقدر الله ممكن توصل إن يكون التهافى صحية المخ فلو الطفل أقل من 3 شهور ودرجة حرارته 38 هنستأذن حضرتك لازم تروحي به المستشفى أو تروحي للدكتور المعالج له طيب إيه تاني؟ لو الطفل ده درجة حرارته عالية وحصل مشكلة في الوعي إنه لقيت الطفل نيمان خدلان مش قادر يقوم وحصل مشكلة في الوعي بتاعه لا في الحالة دي لازم تروحي بالطفل المستشفى طيب إيه تاني؟ لو الطفل ده معه سخنية ومعه مشاكل تانية الطفل معه إسهال جامد أو ترجيع جامد أو حصل مشاكل عالية مع السخنية لا الطفل في الحالة دي لازم تروح به المستشفى لو الطفل تضاهر حالته الصحية مع الحرارة لا في الحالة دي لازم أن ناخد الطفل ونروح به المستشفى طيب وبرضه في حاجة من الحاجات المهمة اللي لو حصلت مع الطفل وسيخن تاني لا لازم أن تجري به على أقرب مستشفى لو كان حصل له تشنجات حرارية قبل كده يعني لو الطفل عنده طريق ان سخن قبل كده وهصله من السخنية دي التشنجات حرارية لا اول ما يسخن لازم تطلع به على المستشفى لان وارد ان يحصل له تشنجات حرارية تاني طيب لو لقينا الطفل سخن وما عندوش اي حاجة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي ازاي تقدر تتعاملي مع حرارة ابنك في البيت بالذات احنا في الصيف دلوقتي ومعظم شكاوى اولياء الامور بيتصلوا بنا تليفونيا او في العيادة يا دكتور ابن سخن ومش عارف اعمل مع ايه ازاي اتعامل مع حرارة ابن في البيت رقم واحد تهول مكان يعني لو انت قاعدة في مكان مغلق لازم ان تهول مكان ده كويس تفتح الشبابيك تفتح البيبان تخلي الاودة اللي الطفل فيها فيها منافس كتير عشان الحرارة دي تنزل رقم اثنين تخففي لبس ابنك يمكن معظم الناس بتعمل العكس تلاقي ابنها سخن ودرجة حرارته عالية تقوم ملبسها طقم واثنين وتقوم مغطيها ببطنية ويمكن لحاف فيبر كمان تقول عشان الطفل بيترعش فانا بغطيه عشان الرعشة دي تروح لا ده المفروض الصح اللي تعمل العكس لقينا الطفل كده لا ده انت تخففي لبسه تلبسيه بدل ما كنت ملبسها جزئين لا نخليه قطعة واحدة وين كان لابس حاجة بكم تبقى حاجة نصفكم يبقى رقم اثنين عشان تتعامل مع حرارة ابنك في البيت تخففي لبسه بقولنا رقم واحد نهول مكان كويس جدا رقم اثنين تخففي لبس الوقت رقم ثلاثة من الحاجات المهمة جدا 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 ان نخلي بالك ان السخنية دي ممكن تدخل الطفل في جفاف ان الحرارة دي بتسحب ميا من جسم الطفل وبتسحب مواد وعناصر في جسم الطفل ممكن تدخله فيه جفاف ده معنى لو الطفل بيرضع طبيعي ردع ابنك كويس جدا عشان ما يخشش منك في جفاف طيب لو الطفل كبير لازم ان تعوضيه بسوائل عشان ما يخشش منك في جفاف تعوضيه بقى بشربة خضار بشربة لسانة عصفور بمية بعصائر بسوائل دافية سواء ينسون او حلبة او قروي او نعناع فلازم ان تعوضي طفلك تعوضيه بكمية كبيرة من السوائل عشان ما يخشش منك في جفاف رقم اربعة في ازاي تتعاملي مع حرارة ابنك في البيت الكمدات والكمدات دي اهم حاجة في العلاج يعني لها مفعول السحر في علاج حرارة ابنك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحرارة تفحم من جهنم فاتفقوها بالماء الكمدات دي اهم حاجة في علاج سخونية ابنك طيب الكمدات دي هتكون ازاي هل كمدات بمية هل بتلج هل بمية ساعة والكمدات دي ايه لانهي اماكن صح ان انا اعمل بها الكمدات وكده رقم واحد الكمدات دي بتكون بمية عادية من الحنفية يعني ممنوع انك تحطي مية ساعة لان احنا مش عايزين الحرارة تنزل مرة واحدة لا احنا عايزين الحرارة تنزل بالتدريج فالكمدات او الحاجات اللي هنعمل بها الكمدات دي بتكون بمية ساعة بمية من الحنفية طيب في بعض الأمهات بتسألنا طيب ممكن ندهن جسم ابني بكحل لأنه بيقولوا أن الكحل بينزل الحرارة لا الكلام ده ملوش أي لازمة خالص طيب الكمدات إيه هي المواضع اللي بتتعامل بيها الكمدات يمكن معظم أولئة الأمور عارفين أن الكمدات بتتحط هنا على المكان القورة فده مش صح الكمدات اللي بتنزل الحرارة اللي بتتحط مكان الأوعية الدموية طيب فين الأوعية الدموية الخارجية اللي ممكن أحط مكانها الكمدات حوالين الرأبة دي ده مكان هنا بيبقى فيه الكروتد أرتري وتحت القبط بيبقى فيه شريان اسمه الأجزيلري وما بين الفاخدين بيبقى فيه شريان اسمه الفيمولو الأرطي يبقى الأماكن اللي بتنزل للحرارة هي الأماكن اللي فيها أوعية دموية وزي ما قلت لحضرتك أو لأولياء الأمور بواجهة عام أماكن الكمدات دي بتبقى حوالين الرأبة أو تحت القبط أو ما بين الفاخدين طيب لو الطفل مثلا كبير حوالي أربع أو خمس سنين ممكن ياخد شوار وممكن مرة أو اثنين أو ثلاثة في اليوم ياخد دوش عادي لو الطفل صغير ممكن تعدي الجزء اللي تحت فيه مي عادي أو في بنيو تنزله الحرارة ده الرابع السبب نحن قلنا تهوية المكان سواء الدافية خفيفي لبس ابنك اه اتكمدات آخر حاجة يمكن أنا أكلم على الأخيرة اللي هي خوافض الحرارة طيب ابن سخن وعايزة أستعمل خوافض حرارة في البيت طيب إيه هي خوافض الحرارة اللي ممكن استعملها وإيه هي السن المناسب لكل خوافض من خوافض الحرارة لو الطفل من عمر يوم لعمر ست شهور بنستعمل مادة البرستامول دي المادة الأمنة بنستعملها بيبقى نقطتين لكل كيلو أو ربع الوزن كل ست ساعات لو الطفل ما بين ست شهور لغاية سنة بنستعمل مادة البرستامول أو مادة الإيبوبروفين بيبقى نص الوزن كل ست ساعات لو الطفل ما عد السنة ممكن نستعمل لبوس من مادة البرستامول عادي مفيش مشكلة طيب كتير من الأمهات ابنها بيسخن تاخد الإبن وتروح للصيدالي أو تروح عرب صيدالي تقول أنا بدي له حون التلاتة في واحد الكلام ده مش صح لأن الحرارة دي ممكن يكون سببها حاجة بيروسية أو سببها حاجة بكترية يعني مش كل طفل سخن أقول لا ده لازم اتخذ مدد حيوي وكتير برضو من الأمهات بتجيلنا العيادة يا دكتور انت مش هتكتب للواد مدد حيوي يا دكتور الواد ما بيخفش على بالمدد الحيوي وتقول لا لازم حقا كمان ماشي يا فاند مع حضرتك تمام لو سمحت حضرتك أنا ابني عالد سنة ونص وكنت عايزة حضرتك تمالين نظام غذائي معين هو يمشي عليه سنة ونص إيه وعايزة حضرتك تديني نظام غذائي هو يمشي عليه لأنه مش ماشي على الأكل معين تمام تمام ونومه مش متواصل زي كل الأطفال هو بيصحب الليل ونومه متقطع وطول اليوم موافع على رجلية تمام بس سؤال الأخير بس لو سمحت حضرتك هو رغم سنه سنة ونص بس قدرته الزهنية عالية فاريت لو تعرفني مكان يروحه نستغلي في القدرات الزهنية بتاعته تمام يعني هو نسبة زكاء أو أعلى من سنه بكتير كل اللي بيشوفه بيقرره وبيعمله زي ما هو بالضبط يمكن أحسن بس المشكلة أنه ما بيتكلمش لسه عمره سنة ونص فلو في مكان موجود احنا ننمي فيه القدرات الزهنية بتاعته ياريت حضرتك تنصحني بيه بس المشكلة أنه احنا هنا يعني في محمد البحيرة أنا مش عافة أروح فين أو أعلى من أين تمام تمام يا شايف فندم هرد على حضرتك بس يا فندم بالنسبة لطفل عمره سنة ونص النظام الغذائي بتاعه رقم واحد ابعده عنه أي أكل فيه مواد حفظة اللي هو الأكل اللي بره البيت الحاجات اللي فيها مواد حفظة الحاجات اللي فيها مياه غازية الشيبسهات كل الحاجات دي بتضر بمناعة الطفل ويتضر بنمو الطفل يبقى رقم واحد هتبعد عنه أي أكل فيه مواد حفظة نهائيا رقم اتنين هنهتم بالمأكلات البحرية الأسماك من الحاجات اللي بتقوم مناعة الطفل وبتنم زكاء الطفل لإحتواءها على الأم الجسرية رقم تلاتة يوميا ادي له زبادي الزبادي من الحاجات الممتازة جدا فيها بيتامين دال ومهمة جدا للجهاز الهضمي ومهمة لنموه الأسنان ومهمة لنموه العظام وبتمنع لين العظام وبتمنع الكساح رقم أربعة اهتم بالفاكهة كويس جدا يعني يمكن احنا في الصيف دلوقتي الفواكه كويسة جدا المنجة من الحاجات الكويسة البطيخ العنب اهتم يوميا ان اكتأكله فاكهة ولو سمرت فاكهة واحدة ولو بيحب العصائر يبعيدي نهائيا على العصائر المعلبة هاتيله الفاكهة اللي نفسك فيها ويعملها له عصائر رقم خمسة الخضار الخضار بيقوه ومناعة الطفل الخضار فيه مضادات أكسادة وإحنا عندنا الفاكهة والخضار مالزة وطاب يعني ممكن تقولي لي الطفل ما بيقلش الفاكهة دي هقولك فيه واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة فغيري في الفواكه ما بيحبش خضار معين عندك الخضار يعني حاجات كتيرة الجاي دايما يمكن أنا بحب النظام الغذائي بيجي لأمهات كتير في العيادة تقولي يا دكتور ابني اكتب لي ابني مكمل غذائي او اكتب له فيتامينات أنا ما بحبش اكتب الحاجات دي إلا لو فيه سبب مرضي خلاص هكتب لكن لو عايز حاجة للمناعة لا اهتم بالفاكهة واهتم بالخضار والعناصر اللي انت عايزها أهلا وسهلا السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام وعامة الله أنا بحييك وبحيي فراع بريك الأزاد المسترم وبحيي جميع مشاهدين يا كفن ربنا عزك فن باللتب يا فندم أنا طبعا معايا ودو بيت واحد سنه تسع سنين واحد سنه سبع سنين نفس الأعراض اللي بتاجي لدولة بتاجي لده بتاجي لده اللي هي ايه سخانة واعصاب كهربة زيادة سخانة وايه كهربة زيادة وكهربة سخانة بتجيلوا كهربة تمام من زوجة تألتك اللي بالك يعني غير أخوات المخاصة العولانية تمام بتجيلوا من نفس العرض هو هو مثلا سخانة مع كهربة زيادة تمام فمعرفش يا دكتور عاز حاجة ديهم كده صراحة عندنا في نفس الطبعا حزمة مفيش طبعا ما يستيش فيها ولا بيعيو الحظة طبية تعبانة في صراحة تمام فياريت سيادتك لو فريق العداد المدينة حاجة مثلا اجبها له من السيخ هرد على حضرتك حاضر الله بس يا فندم طفل عنده سخانة وجاله كهربة لا لازم نعرف وشخص الكهربة دي سببها ايه مش معنى ان طفل كان سخن وجاله تشنجات حرارية ان انا اقول لا ده خلاص كده تشنجات حرارية ومتيلاقيشي وهتروح والتشنجات الحرارية لها سن معين لأ ما بيوصلش للسن اللي هو الكبير السبع وتسع سنين فاللي بيتم لازم اعرف اشخص الكهربة او التشنجات دي سببها ايه رقم واحد هتعمل رسم مخ للتفلين رقم اتنين هتعمل اشعة مقطعية او اشعة يطرانين على المخ الاطفال الاتنين عشان لا يقدر الله لو في اي حاجة ورم او اي حاجة من الحاجات دي ولازم يتاخد تاريخ مرضي اللي هو هل حد في العيلة عنده كهرباء هل انت وزوجة حضرتك اقارب لان بنسبة كبيرة لو الحاجات دي تبقى فيها عامل وراس فان انا اقول لحضرتك علاج للسخنة والكهرباء لا طبعا انت لازم حضرتك تتابع مع دكتور مخ وعصاب اطفال عشان يشخص الكهرباء او التشنجات دي سببها ايه هل هي بسبب سخنية او هي بسبب حاجة في المخ والاعصاب فلازم التشخيص الصح ولازم دكتور مخ وعصاب لان الجرعات لازم يكتبها دكتور مخ وعصاب ومش مخ وعصاب قبار لا ده مخ وعصاب اطفال بالنسبة للطفل الاولان اللي هو سنة ونص اللي عنده قدرات عالية دي حضرتك ممكن تود الطفل لحد تخاطب تخصص تخاطب عشان هو متأخر في الكلام المفروض عند السنة ونص يكون اكتلم كويس طبعا فهو متأخر في التخاطب وطبعا في دكتور التخاطب بيبع عنده مقياس قدرات او مقياس زكاء بيحددلك ان كان ابنك دوت درجة زكاة عالية ولا لا وكده النوم متقطع حول انك تزبطي نوم ابنك ان احنا ينام بدري ويصحى بدري وبلاش يمسي كتاب ويتفرج على التلفزيون كتير ويقعد على اليوتيوب لان زبط نوم اطفالنا ناموا بدري ويصحوا بدري تمام بالنسبة للموضوع اللي كنا بنتكلم عليه موضوع السخونة وياخد مضادة حية ولا لا اسباب السخونة ممكن يكون سبابها فيروسي ممكن يكون سبابها بكتيري بكتيري زي التهاب رئة واي حاجة من الحاجات دي لو سبب الاتشنجات دي سبب فيروسي ما فيش اي رول ولا اي دور للمضادة الحية ونهائي والحرارة حوالي 5-7 ايام بتختفي لو السبب فيروسي لو السبب بكتيري طبعا لازم مضادة حية ولان ممكن يكون حاجة جديدة محتاجة مضادة حية وممكن يكون مضادة حية وحقا وفي الحالة دية الطفل يفضل انه يكون محجوز في المستشفى ده بالنسبة لسخونة الاطفال وازاي تتعاملي مع سخونة الاطفال في البيت طيب كتير من الامات بتسألنا احنا دخلنا في الصيف والجو حر اشغل التكيف لابني ولا ما شغلوشي انايمو تحت مروحة ولا ما نيموشي في الحر اللي احنا فيه ده عادي ما فيش مشكلة خالص انك تشغل التكيف بس التكيف يكون ما بين 25 ل28 لما تيجي تشغل التكيف طبعا يكون التكيف ما بقاش وشوف وش الطفل يعني الطفل ما بقاش نايم وشوف وش التكيف التكيف طبعا لازم يكون متنظف كويس او المروحة يكون متنظفة كويسة كويس جدا قبل ما نشغل عشان لو عليها اغبار ولا حاجة ما تدرش الطفل لو الطفل نايم في التكيف طبعا لازم يكون متغطي ويه لو لو الطفل عايزين نخرجه من حجرة مكيفة لحجرة عادية بنفس التكيف مثلا عشر دقايق قبل ما نخرج الطفل لحجرة العادية ويه اهلا نسالة المواد تمام ماشي هنكمل موضوع التكيف لو اه الطفل اه زي ما قلنا في مكيفة هنخرجه في قدعا عادية بنفس التكيف عشر دقايق قبل ما نخرجه ويه اه منعا باتا انك تغير البامبرز لابنك وانتي في قدعا مكيفة ما يبقاش الطفل لابس هدوم وتعريم من هدومه خالص وانتي مشغل التكيف لان ده يدخله في نزلات برد اه ده بالنسبة للتكيف وازاي نتعامل اه مع حرارة الطفل في البيت كتير برضو طبعا احنا عارفين قلق الكورونا اللي احنا فيه اه موادا ايوة اهلا والسلام موادا يا دكتور انا عندي تقفش لاربع سنينه تمام هو بتكلمش ووديه درس تخاطر تمام بس مفيش تحصد ونسبة زكاؤه يعني عالية جدا تمام وفي نفس الوقت عصبي لو بدي مسلا نعمل في حاجة ولا كده ولا كش فيه عصر ممكن يكسر حاجة يضرب اخوص صغير اه يفضل يصوت طلطل يوم يصوت تمام ومسلا ما عرفش هو مبادعين عايز يشرب اه اي حاجة من حاجات تباتل اصطلط الببع محتاجينهم كده ما نفهمش منه اي حاجة خروجة طيب بالنسبة بس لسوت بس كده وخلوق تمام انت وزوج حضرتك اقارب يا موادا اه انت وزوجك اقارب لا مش مش فيه بنا اي طفل ده دخل خطانة وا صغير او حاجة لا ما كانش فيه مشاكل وا صغير وكمان مش والدتة بيت انا والدتي ما كانش فيه اي مشاكل في الموه في اول سنة من عمره لا طيب هو ما تكلمش خالص من ساعة ما تولد خالص تمام بيتاهته كده او بيطلع الفاظ ولا ما بتكلمش خالص لا ما بتكلمش هو ببدل يسوت واي حد عنده يعني بقولش ماما حتى بقول ما اي حد عنده سوى راجل سوى طفل سوى اي حد عنده ما تمام ناشا هرد على حضرتك يا موادا بس يا موادا بالنسبة للطفل اللي وصل اربع سنين وما بتكلمش لا حدريك اتأخرت عليه او الطفل وصل سنة ونصه ما بتكلمش لازم نكشف عليه على طول بكشف عليه عنده دكتور اطفال اتطمن ان ما فيش حاجة لها علاقة بطب الاطفال يعني اخصى الاطفال يبص عليه هيعمل شك اب كامل تاني حد بكشف عنده دكتور تخاطب طالما دكتور الاطفال قال لي ما فيش مشكلة بروح اكشف عن دكتور تخاطب لو الطفل هيبدأ يتدرب او ترينينجي على موضوع الكلام لو وصل اربع سنين وما بتكلمش بلازم انعرضوا على دكتور مخ عصاب ودكتور انفو اوزن كمان واعرضوا على دكتور مخ وعصاب يتعمله رسم مخ ويتعمله اشعة مقطعية على المخ عشان اعرف ايه الموضوع ده سببه ايه وبيكشف على دكتور انفو اوزن برضه عشان يشوف موضوع الاحبال الصوتية فيها مشاكل ولا لا فلازم ان وصل اربع سنين لازم ان تعمل شيك اب عند الدكاترة دي الف السلام علي تمام هنكمل بقى موضوع الكورونا والاطفال كالناس كتير بتسأل هل الاطفال بتصاب بكورونا ولا لا طبعا كلنا عارفين ان في اطفال كتير اتصابت فما بقاش الموضوع بعيد عن الاطفال يمكن احنا بنخاف من اصابة الاطفال بالكورونا مش عشان المضاعفات يمكن نسبة مضاعفات الاطفال اقل بكتير قوي من الكبار يمكن عشان يعني كتير من اولاء الامور بيمنع اطفالهم من الخروج فنسبة اصابتهم قليلة بس احنا بنخاف من اصابة الاطفال لان الاطفال ممكن يكونوا حاملين للمرض فيصيبوا اهل بيته مثلا الابة والامة والجدة والجدة فده خطورة اصابة الاطفال بالكورونا برضو من الموضوع اللي كتير بنستهيلها اوه 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 كتير في العيادة يا دكتور معاد التطعيم بتاع الولى الجه اروح اطعمه ولا ما طعموشي بالذات ان في حملة التطعيم دلوقتي للتطعيم ضد شلال الاطفال اللي برضو كتير من الامهات بتسألنا عنه فهنتكلم في نقطة التطعيم في زمن الكورونا وعلى تطعيم شلال الاطفال طيب تطعيم التطعيم في قلق الكورونا اه ناس تروح تطعم ولا لا لا روح تطعام ابنك ولو هتتأخر ما تتأخرش عن اسبوعين يمكن اه كلنا عارفين ان الكورونا عاملة زعر للعالم كله لعشان ما لهاش مصل ولا لها اللي هو الفكسين عشان كده العالم كله مزعور منها اما التطعمات بتاع الاطفال دي مهمة جدا لانها بتحمل اطفال من امراض خطيرة وامراض اشد من الكورونا كمان يعني مرض شلال الاطفال ده مرض خطير جدا يمكن اخر حالة شلال الاطفال في مصر كانت الفين واربعة يعني من حوالي ستتاشر سنة وسنة الفين وستة منظمة الصحة العالمية اعلنت ان مصر خالية تماما من شلال الاطفال طيب احنا ليه دايما نلاقي وزارة الصحة عاملة حملة للتطعمات دي شلال الاطفال وتقول للاطفال في مصر او اي طفل من برا مصر مقيم في مصر ليه ده لان الحاجات ديت والحملات ديت بتزود منعة الاطفال وبنتعام الاطفال الوافدين من الخارج لان الطفل ده ممكن يكون جاي من دولة اصلا منتاشر فيها المرض ده فبنتعامهم عشان نحمي اطفالنا وبرضو ايه بنحمي الاطفال اللي جاء وافدة من الخارج طيب احنا عارفين ان التطعمات للاطفال حديث الولادة بتبقى من بداية عمر يوم لغاية اول شهر اللي هو تطعم شلال الاطفال وتطعم التاب الكبد الوبائي به وتحليل الغردة الدراقية الحاجات دي مهمة جدا مش معنى ان الدنيا قالق مروحش طعم ابني لا رحي طعمي بس اخد احتياطاتك وانتي راحي اطعم الولد طيب انا راح اطعم ابني ايه هي الاحتياطات اللي انا اخد بالي منها واهتم بيها وانا راح اطعم الولد آآ رقم واحد انت راحي الطعم الولد ما تروحيش فى مواصلة عامة durch يعني خذ السيارة بتاعتك وتركبش مواصلة عامة وانت راحة آآ covers عامة لطعم الولد وممنوع ما أنا عم بتن أن طفلي راحي الطعم أنك تلبسيك ماما طفلي راحي الطعم يعني أقل من سنة ونص لو لبستيك ماما ممكن يختنق منها ويكون ضرارها أكتر من فايدتها طيب أنا راح أطعم الواد ممنوع أنك تلمسي وش الولد يعني ما تلمسيش وش الطفلي ده خالص ولا أنفه ولا بقه ولا عينه ولا ودانه طالما خرجت بي تمام وانت خدي معاك كحول سيلي أو خدي معاك سابون جيل دايما عقامي نفسك ورحتي لو لقيت الدنيا زحمة ما تقفش في طابور الزحمة خدي دور ليك واقعدي على جنب لغاية ما ييجي دورك وهتطعامي ابنك وطبعا منظمة الصحة العالمية وكذلك منظمة الصحة المصرية بتاخد أعلى درجة من التعقيم يعني هتلاقي اللي بيطعم طفلك لابس جوانتي لابس ماسك بيعقم المكان اللي هيطعم ابنك فيه فهتلاقي العناية جوه الوحدة الصحية أو المستشفى كويسة جدا إن شاء الله وانت برضو في المستشفى بلاش إنك تتنك تلمس أقر أو مكاتب أو أي حاجة ممكن لقدر الله تكون مصدر إيه عدوى وطبعا وانت راحة ما بتاخدش حد معاك هتروح انت وطفلك أو انت وزوج حضرتك وترجعي على طول طعمت ابنك خلاص ارجعي على طول بابنك وبلاش تروحي أي مشوار تاني في المرة دي يعني ما تعدش تروحي السوق أو الهيبر وابنك معاك لأ هلصنا التطعيم ورجعنا بابننا نرقى نرجع به ونعقم نفسنا كويس وده مهم جدا إنك تهتمي بالتعقيم وانت راحة تتعامل ولا تاني نقطة إيه هي قصة موضوع تطعيم شلال الأطفال الحالي يمكن دايما بنقول إن دي مش حاملة لا ده ده إجباري يعني الحاملة دي بتبع حاجة إضافية الصحة بتبع عملا أما تطعيم شلال الأطفال ده ده إجباري وضروري للأطفال اللي في السن ده طب الحاملة دي أو التطعيم ده بيستهدف الأطفال من عمر قد إيه؟ بيستهدف الأطفال من موليد 1-1-2016 لغاية موليد 22-3-2018 طب التطعيم ده هو نقطة بالفم ولا حقا؟ كلنا عارفين إن تطعيم شلال الأطفال بيبقى نقطة بالفم اللي هو التطعيم العادي ويبقى سبع جرعات عند الولادة وعند شهرين واربعة وستة وتسعة وسنة وسنة ونص ده اللي هو التطعيم الإجباري اللي هو بيبقى تطعيم فموي أما التطعيم اللي هو الحؤن ده بقى يتخذ إجباري عند الأربعة شهور يعني وانت راح الطعام ابنك عند أربعة شهور هياخد الاتنين التطعيم الفموي والتطعيم الخؤن والحملة اللي إحنا فيها دي هيبقى التطعيم بيتخذ على جرعتين ما بينهم شهر برضو كتير من الأممات بتسألنا الحملة دي لغاية إمتى؟ ولا هتنتهي إمتى؟ لسه هي شغالة لأن أصلا الطفل انخذ النهار ده لسه لجرعة كمان شهر فهي الحملة دي شغالة اللي هو تطعيم شهر لأطفال ده مستمرة إن شاء الله لغاية ما تستهدف حوالي 6 مليون طفل ده بالنسبة لي؟ إن شاء الله نمو محمد أيها حضرتك يا دكتور أهلا وسهلا محمد يا دكتور أنا حدي طفلين بس تسجيلهم صفنية على طول واحد خمس سنين وواحد ثلاث سنين يعني على طول بتجيلهم صفنية فأنا عايز حاجة تقوي جهاز المناعة أو فدا ألو؟ أيوة السخنية وإيه؟ دي جيل السخنية على طول على طول حقرارتهم مرتفعة يعني حقرارتهم مرتفعة؟ أيوة بيبقى مع السخنية حاجة تانية؟ لا هي سخنية بس بس أنا عايز حاجة تجوي تخلي جهاز المناعة عندهم قوي يعني تمام ماشي عمرهم قدي يا ممحمد؟ خمس سنين وثلاث سنين خمس سنين وقدي وثلاث سنين ثلاثة تمام ماشي ماشي يا ممحمد بس موضوع السخنية ممحمد إحنا قلنا السخنية دي عرض وليس مرض يعني السخنية دي لو حبينا نعد أسباب السخنية ممكن نعد لغاية خمسين حاجة ممكن يكون دور برد ممكن يكون التاب ريئوي ممكن يكون احتقام في الزور ممكن يكون التابات في الوزن الوسطى ممكن يعني أسباب السخونية دي حاجات كتير جدا ويمكن في حاجة عندنا في الطب اسمها فيفر وزق النون أورجن يتلاقي الوقت السخن ومش عارفين نوصل لسبب السخونية ايه فالسخونية دي لازم أن دكتور يكشف على الطفل عشان يعرف سبب السخونية ايه وابندي له مادة البرستامول زي ما قولنا أو مادة الإيبوبروفين حسب جرعاتهم طيب ايه اللي يقاوا منعة الأطفال زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة منعة الأطفال بالأكل الصحي النوم الكافي الفكهة الخضار الأسماك ومادة الزينك من المواد المهمة جدا جدا بتقاوا منعة الأطفال وممكن تشوفي حاجة طبية أو منتج طبي فيه مادة الزينك ده بيقاوا منعة الأطفال أو حاجات من الطبيعة فكهة وخضار فيها مادة الزينك هنطلع فاصل كده وهنرجع لكم تاني إن شاء الله بعد الفاصل بعض الأمهات كانت بتسألني وممكن الطفل يجيله نزلة معوية وكون النزلة المعوية ديت بتسبب له سخنية آه طبعا مفيش مشكلة ممكن طفل يجيله نزلة معوية عادي وتسبب له سخنية فهنتكلم على موضوع النزلة معوية إيه هي النزلة معوية وإزاي يعرف إن ابني عنده نزلة معوية وإيه هي الأعراض وهل ممكن عالج ابني من النزلة معوية في البيت وإمتى ده نقول لازم أروح المستشفى لإن النزلة معوية لو عالجتها في البيت هتسبب مشاكل للطفل النزلة معوية ممكن الطفل يجيله بإسهال أو ممكن يجيله بترجيع أو ممكن يجيله بإسهال وترجية وما هكذا كتير بتيجي تقول للطفل عمال يرجع والطفل عمال يسهل ومرات الإسهال كتير جدا طب نعالجه في البيت ولا نروح بين المستشفى بنحاول لو الطفل حديث الولادة ومرات الإسهال والترجية كتير لأ مكانه المستشفى لإن الطفل ده ممكن يخش مني في جفاف لكن لو الطفل كبير أكبر من سنتين بنجرب معاننا إن احنا نديله حاجة للترجيع ونديله محلول جفاف والطفل حديث الولادة برضو ممكن نديله محلول جفاف لأن محلول الجفاف ده مهم جدا عشان ما يدخلش الطفل في جفاف طيب الطفل عنده نزلة معوية وفيه إسهال وترجية والموضوع بسيط ومش محتاج مستشفى إيه هي التنبيهات اللي احنا بنبلغ بيها الأم أو الأب دايما بنقول لهم إن الإسهال مش بيقف بين يوم وليلة لأ ده الإسهال ده ممكن يستمر معي لغاية 15 يوم ودايما بننبه الأب والأم أهم حاجة في العلاج النظام الغذائي إن الطفل ما يكلش أي حاجة من بره البيت سواء أكل دليفري أو أكل فيه مواط حفظة اللي هي الشيبسهات والنيتي والبيبسهات والحاجات دي كلها إن بنقول للأب والأم الطفل ده يكون أكله مسلوق يعني زي حاجة زي شربة الخضار حاجة زي لصان العصفور بنستفيد من الأكل المسلوق والسائل اللي جواها عشان الطفل ما يخشش منه بجفاف بنقول للأب والأم ممنوع أن إحنا ناكل أي حاجة ساعة من التلاجة ولا فاكهة ساعة ولا أغدار سائع ولا أيس كريم ولا شوكولاتات ولا مية مسلجة يعني نبهل عن الحاجات الساعة دي لأنها تزود الإسهال وبننبه الأب والأم أن ندخل للطفل فاكهة وبالذات لو فاكهة زي فاكة التفاح وبنجرب العلاج في البيت لأن الطفل بيستجيب وبيتحسن بنكمل علاجنا في البيت أما لو الطفل ما بيستجيبش والإسهال مستمر والترجيع مستمر بناخد الطفل طبعا بيتحجس في المستشفى وبنركب له محليل والمحليل دي كذا حاجة لو الطفل دخل في جفاف بسيط أو جفاف متوسط أو جفاف شديد ولو الطفل دخل في جفاف شديد ده لازم يروح للمستشفى طبعا لأنه لا ده ممكن لو أهملنا يخش عناية ممكن لو أهملنا أكتر أصلا يجي الطفل بتشنجات لأن الإسهال ده بيسحب العناصر المغزائية مهمة كالسيوم وسوديوم وحاجات معينة تدخل الطفل في تشنجات أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً عليكم أهلاً وسهلاً مادم صباحة لو سمحت يا دكتور أنا ابني أول ما تولد كان أدخل حضنا 15 يوم تمام وحالياً دلوقتي هو عنده 3 سنين و7 شهوء تمام طبعاً أول ما ابتدى المشي كان عنده كان فيه تكوص في رجله ولين عزاء تمام هو حالياً المشكلة دلوقتي إن هو عصب جداً لدرجة إنه كل ما بيتعصب بيعض في إيد طب التكوص ولين العزام أخباره إيه؟ يعني خد علاج والدنيا تحسنت ولا أخباره إيه؟ آه فتح وحالياً يعني تحسن بنسبة 80% تمام تحسن كتير عن الأول تمام وحالياً دلوقتي بقى عصب جداً يعد في إيده ويقصر أي حاجة قدامه يعيط يصوت عصبية زايدة عن اللازم تمام وحاجة تانية برضه إن هو يعني كلامه إليه طب يتكلم دلوقتي بيقول يعني ثلاث سنوات ده المفروض يتكلم يقول كل حاجة كلامه ده أخباره إيه؟ ضد طبيعي حالياً في الأطفال كلهم لأنا بشوفهم حواليه طب كلامه هو بيقول إيه؟ يعني الكلام اللي هو بيقدر يعبر عن نفسه أشرب حسة مثلاً يعني كلامه إليه مش كتير برضه طب ما كشفتيش عليها عن دكتور دخاطب لا الصراحة لسه ما أخدش لا ضروري ما تتأخرش عن كده لازم دكتور خطاطب يشوفه لا تلات سنين ده يعني ممكن يحكي لك قصة ويلف ويغنى ويعمل كل حاجة بس أنا شاس يعني يعني كل مدى بلقاء يقول يعني كل مدى بلقاء يقول حاجة كل مدى بلقاء يقول حاجة في تحسن يعني في كلامه طي يعني أكشف له ولا ولا خليه أخذنا على وضعه لا أكشفيله لا أكشفيله وتتطمين عليه بيروحها دانا بيروحها دانا أولا لا لا لسه بتعادي قدام التلفزيون يعني مش كتير يعني عادي يعني طبيعي عادي مش كتير لا ما تعاديش قدام التلفزيون خروج بيه فسحي غير جو التلفزيون ده ممكن يجيب للأطفال تواحد بتعاديش قدام التلفزيون ألا بسيط جدا بكتير أو نص ساعة آه تمام طب وممكن يكون سابق من إيه عني يا دكتور أو أشوف عندي من طيب لا هتكشف عندي دكتور تخاطب هتتطمين إنه ما فيش مشكلة تمام وبعد كده اخرج بيه اتفسح بيه يخرج مع أصحابه روح بيه الحضائق يتكلم معاه كده يعني موضوع تقوص وليني العظام ده طالما الدنيا تحسنت ما فيش مشكلة بس في تحليل كده هقول للحضرتك عليها يعني أهلا وسلام بسيط عبر رسول سلام عليك يا دكتور محمد سلام عليك يا دكتور محمد دكتور محمد زي حضرتك تمام والله الحمد لله رب العالمين أنا كان عندي بس الطفل ابني عامده أربع شهور وكان واخد تطعيم مبارك وعنده سخنية تمام وعمالي إيه ذن كده فمش عارف أدي له إيه دلوقتي تمام خد تطعيم حقا وخد تطعيم الفموي صح كده تمام تمام ماشي فيه في المكان التطعيم ده ويرمت أو حاجة لا بس حاجة بسيطة خالص تمام حاضر أرد على حضرتك بالنسبة للسخنية هتدي له مادة البرستامول ديه نقطتين لكل كيلو تمام كل ست ساعات لغاية الحرارة ما تنزل خالص واتعمله كما ده تعالى رأبته أو تحت القبط أو ما بين الفخدين واتهول قوضة اللي هو فيها وإيه الأم تردعه كويس جدا طيب اتكلمنا دلوقتي على موضوع النزلات المعوية يمكن أكتر حاجة بتشغل الأولاء الأمور بالذات لو طفل ده أول مولود ليهم عايزين يعرفوا عن تفاصيل عن الطفل حديث الولادة يعني أم أو أب لسه عندهم مولود جديد ربنا يبارك فيه طبعا بيبقوا الفرحة ليهم عايزين يعرفوا إيه هي التفاصيل بتاع الطفل ده بالذات بيبقوا خير فيه من موضوع الحرارة في الجو اللي احنا فيه دوت وقلق الصيف طيب هنتكلم على موضوع الطفل حديث الولادة ونموه لأن ده أكتر حاجة بتشغل أولياء الأمور الطفل حديث الولادة من الضروري عند ولاد الطفل يكون فيه دكتور أطفال موجود في غرفة العمليات أثناء الولادة طيب ليه ده؟ يمكن زمان ما كانش الموضوع ده منتشر قوي لكن دلوقتي بقى لازم الضروري لأن الطفل ممكن لقدر الله يتولد عنده مشكلة الطفل ممكن يكون محتاج حدانة الطفل ممكن يكون نازل بعيب خلقي كل ده بيعمل عليه دكتور الأطفال شيك أب عشان يبلغ لو الطفل محتاج حدانة بيقرر لا ده الطفل محتاج حدانة وبيبلغ أولياء الأمور أن الطفل ده محتاج حدانة وفي بعض الولادات بيبقى معها ريسك فاكتور يعني الأمة ممكن تكون مريضة ضغط أو الأمة تكون مريضة سكر فنبقى مهيئين الدنيا أصلا ومبلغين أولياء الأمور أن الطفل ممكن يحتاج حدانة وممكن يحصل فيه مشاكل فضروري أن يكون موجود دكتور أطفال في قلب الحدانة والدكتور ده بيفحص الطفل من شعر راسه لدفر رجله بيتطمن أن ما فيش أي عيب خلقي بيتطمن على قلبه بيتطمن على صدره بيتطمن على عداد التناسلية بيتطمن على أن كل حاجة عند الطفل سليمة وتمام وبيقرر بقى طالما الطفل مش داغل حدانة بيبلغ الأب والأم أن الحمد لله الطفل سليم وبيبدأ يديهم ترينينج ويدربهم إزاي تتعاملوا مع الطفل ده طب بيكتب روشيتة مكونة من ثلاث حاجات من كحول السرة طبعا وبيبلغ الأب والأم إزاي يعتنوا بيه الصرة بتاع الطفل وأن السرة ديت هتنزل إمتى وإلى قدر الله لو فيه مشاكل في السرة يروحوا للدكتور وكده وبيكتب لهم طبعا فيتامين دال اللي هو حاجة زي الفيدروب أربع نوعات يوميا وبنبه على كل اللي بيشوفونه لأن فيه ناس كتير بييجوا يقولوا احنا محدش قال لنا محدش قال لنا ناخد الفيدروب ده وبيجي لطفل تسع شهور وما خدهوش وتلاقي الطفل متأخر في المشي أو متأخر في التسنين لا الفيدروب ده بيتاخد أربع نوعات يوميا لكل الأطفال اللي بتتولد لمدة سنة وبعد السنة الأولى بناخد حوالي ستة نوعات يوميا الفيدروب ده بنكتبه عشان الطفل يقعد في معاده ويمشي في معاده ويسنم في معاده مايبقاش فيه تأخير في أي حاجة ولو الطفل فيه مشاكل فيه عطس أو الكلام ده أو خنفرة بنكتب إيه نقط مثلا بخخماء البحر للطفل ده بخخ في كل أنف ثلاث مرات قبل الرضاة تمام أهلاً وسهلاً أستاذة هالة سلام عليكم سلام عليكم الله وبركاته بلحظة أستاذ دكتور تمام والله الحمد لله حضرتك أنا عني بنتي عشر شهور رحلة طعمتها لتطعم عشر شهور لقيتها تمانية ونص لقيتها تمانية ونص تمانية ونص تمام أنا هتكلم دلوقتي عن وزن الطفل ونموه في أول سنة تمام كملي أنا كنت مطعمة قبل منها الستة كالتبعة ونص تمام فأنا مش عارفة أنه يعني حاجة بسيطة برضو إن هي في ثلاث شهور كيلو تمام وابني برضو عنده مواحداشر سنة على طول همدان على طول سعبان سخن تمام بس شكراً للحضرتك مش هرد على حضرتك طيب يا دي الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو موضوع الطفل حديثي الولادة طيب الطفل حديثي الولادة بيتولد وزنه بيكون قد إيه وزنه بيبقى من ثلاثة كيلو لثلاثة كيلو ونص يعني أفريج ثلاثة كيلو طيب عشان نتابع الوزن عشان معظم الأممات بتقول لنا عايز أعرف وزن طفلي مناسب لسنه ولا لأ الطفل بيتولد ثلاثة كيلو فأول أربع شهور من عمر الطفل الطفل بيزيد كيلو لربع شهري يعني أنا الولادة تولد ثلاثة كيلو أول أربع شهور من العمر يزويدي كيلو لربع شهري يعني عند الشهر الأول هيب أربع لربع عند الشهر الثاني هيب أربع ونص وبعد كده خمسة وربع وبعد كده ست يعني أول أربع شهور من عمر كل شهر كيلو لربع تاني أربع شهور من عمر اللي هم في النص ده كل شهر ونص كيلو تالت أربع شهور من العمر كل شهر وربع كيلو يعني في الأول هنا كيلو لربع كل شهر هنا نص كيلو كل شهر هنا ربع كيلو كل شهر طيب في رقمين أو ثلاث أرقام سهلين نحفظهم عند الولادة ثلاثة كيلو عند ثمان شهور الطفل بيبقى مولود ثمانية كيلو الأم اللي لسه بتسأل الوضع عشر شهور ثمانية ونص ده بالزبط المزبوط لأن في آخر أربع شهور زويد ربع وربع على الثمانية يبقى ثمانية ونص عند سنة الطفل بيضاعف وزنه ثلاث مرات يعني ثلاثة في ثلاثة بيبقى تسعة كيلو ده بالنسبة للوزن طيب الطفل حديث الولادة بتولد طوله قد إيه بيبقى خمسين سنتي طيب الطفل حديث الولادة محيط راسه بيبقى قد إيه بيبقى خمسة وثلاثين سنتي طيب برضو كتير من الأممات بالذات لو ده أول مولود بتيجي يا دكتور ده أنا حاسة حتة طرية على دماغ الولد دي حاجة اسمها أنتريور فونتانيلا اللي هي فتحة النفوخ فيه فتحتين فتحة أمامية وفتحة خلفية الفتحة الخلفية دي الطفل أصلا بيتولد الطبيعي أنها تكون مقفولة الفتحة الأمامية ديت عند الولادة بتبقى بثلاث سوابع عند ست شهور بسبعين عند سنة بسبع واحد الطبيعي أنها بتقفل عند سنة ونص بكده اتكلمنا عن الوزن واتكلمنا عن الطول واتكلمنا عن محيط الرأس طيب نتكلم مثلا على التطعيمات طيب أنا عايز أعرف دلوقتي لأن فيه ناس كتير ما تعرفش يعني ايه تطعيمات إضافية الطفل بيبقى ليه تطعيمات أساسية وفيه تطعيمات تانية تطعيمات إضافية والتطعيمات الإضافية دي يا جماعة مش بتتاخد في الصحة دي بتتاخد في المصل واللقاح أو بتتاخد عند الدكتور اللي حضرتك متابعة معاه بيكون موفرها في العيادة تطعيمات الأساسية اللي هي عند الولادة وأهمهم طبعا تطعيم اللي تاب الكبد الوبائي به وتطعيم شل الأطفال وبتاخد طبعا الغردة الدراقية وفيه تطعيمات عند شهرين واربعة وستة وتسعة وسنة وسنة ونص دي التطعيمات الإجبارية اللي بتبقى موجودة معاك فيه كراسة اللي انت بتستلميها من الوحدة أو المركز الصحي بتاعي أما التطعيمات الإضافية بقى فيه تطعيمات بقى اللي هي الروتا والمكورات الصحيية والمكورات الرئوية وتطعيم التاب الكبد الوبائي ألف وتطعيم الجديري دي تطعيمات إضافية بتتاخد في شهر معينة ومهمة جدا لرفع مناعة أطفال ده بالنسبة للمواضيع اللي احنا اتكلمنا في الحلقة عن سخونية الأطفال وازاي تتعامل مع سخونية الأطفال في البيت وتكلمنا عن الكورونا والطعام ابنك في الظروف الحالية ولا تأجل التطعيم ولو هتروح التعام الولد ايه هي الإجراءات اللي تاخد بالك منها وتكلمنا عن السخونية مع النزلات المعوية وازاي نتعامل مع النزلات المعوية وتكلمنا في آخر حاجة عن الطفل حديث الولادة ونموء الطفل من عمر يوم لغاية ما يكمل سنة وتطعيمات الأطفال الأضافية والإساسية وأنا كنت حبيت أن أكون أضيف ليكم وربي تكون الحالة مفيدة ليكم إن شاء الله وأشوفكم دايما على خير وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة